اشتركوا في القناة نبدأ في أول حاجة بتعليق من محمد فتح بيقول في حكام بتستغل تقنية الفار حسب أهوها وفي من يستغل التقنية بطريقة احترافية وهم قلة من الممكن يكون هذا لعدم الرقابة أو الخبرة أو عدم الدراية الكاملة بالقانون والله أعلم بما في الكواليس حسن أحمد بيقول والله حرام مبارح كان فيه ضرب الجزاء للأهلي وإبراهيم نور الدين مش حسبها والموسم الماضي في مطش الأهلي والإنتاج كان فيه ضرب الجزاء لوليد أزارو مش حسبها قرارات ظالمة أهلاوي ضرب الجزاء ووليد أزارو دي من اللعبات اللي تدخل فيه موسوعة جينيس إسماعيل شهين قال التحكيم سيء وبطيء وبيطوله كتير قوي في اتخاذ القرار وحسب مزاجهم وانتماءاتهم بيحسبوا ضربات الجزاء نشوف مشاركات أخرى من الدفراوي قال مساء الخير على كل أهلاوي جميل أعتقد أن تكنية الفار استخدمها في مصر سيء لأن كل كورة الحكم بيفضل واقف ديئتين أو خمس دقائق وده بيضايع وقت أكتر من اللعيبة بتاعة الخصم بالضايعه وتمنى نركز على إفريقيا بقى لأن الدوري محسوم أحمد السروجي بيقول هناك أخطاء في قرارات غرفة الفار وتعنوا اتجاه بعض الأندية ولكن قد يكون حقق نوعا ما من العدالة مروان محمد بيقول في حكام حلوة وبتعرف تستخدمه كويس وفي حكام عايز تدرب عليه تاني عشان بيتحكمه أو بيحكمه وحش فيه آخر أراء معنا محمد صروت بيقول لا تعليق أحمد إبراهيم كمال بيقول غير جيد مبارك سمير بيقول للأسف الشديد نظام فشل زي ما شفته دي تعليقات الناس على السؤال اللي طرحناه بخصوص رأيكم في التحكيم وده بيأكد على فكرة البيان اللي صدر من النادي الأهلي قبل لحظات واللي بدأنا به حلقة النهاردة وكشفنا من خلاله المشاكل التحكمية إيه الأهلي بيطالب اتحاد الكرة بإيقاف الأخطاء التحكمية وتحديد معايير واضحة لاختيار الحكم إدارة النادي الأهلي أرسلت خطاب للتحاد الكرة بتطلب فيه إيقاف الأخطاء التحكمية غير المبررة والتي تشهدها مباريات الآلي في بطولة الدوري مثل ما حدثت في المباراة الأخيرة والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة أثرت على نتيجة المباراة فعلوا دور المراقبين اختاروا حكام مميزين اشتغل على حكام جيدين بيحكموا في الملعب يكونوا موجودين في حكام الفار ما يكونش أبناء عاملين عشان المنظومة تبقى ماشية بشكل محترف شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة ونلتقى على خير بإذن الله في حلقات أخرى قادمة